ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات اليوم اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء وفي بداية الاجتماع شاد معالي الوزير بالتوجهات الملكية السامية من لدن ملك البلاد المعظم بالتحول إلى النظم الرقمية وتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية بما يضمن تحقيق الاستدامة الرقمية وتعزيز الأمن السيبرانية مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء الذي يسهم في تحقيق مستويات متقدمة في هذا المجال وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة القرارات الصادرة بدأت اللجنة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث سعرضت المبادرات والمخرجات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي واطلعت على آخر مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المقر بشان تطوير 500 خدمة حكومية ضمن مبادرة تطوير الخدمات الحكومية بأدف رفع كفاءتها وتعزيز جودتها كما تابعت اللجنة آخر مراحل الاستراتيجية الاقتصاد الرقمية وخلال الاجتماع سعرضت اللجنة خطة التحول الالكتروني للخدمات الحكومية 2020-2024 حيث تمت الموافقة على تطوير 100 خدمة حكومية وخطة تطوير خدمة اصدار شهادات الميلاد للموليد خارج البحرين من خلال اعتماد التبليغ الالكتروني باستخدام نظام الالكتروني في هذا الشأن ومن ثم اصدار شهادة الميلاد الالكترونيا كما تم اعتماد خدمة بطاقات الهوية خارج البحرين التجديد وبدأ لفاقد والبدء في تنفيذ مقترح التصديق الرقمي لوزارة الخارجية للوثائق الحكومية بحسب ما تحقق من انجازات في مجال التحول الالكتروني بلغ العدد الاجمالي للخدمات الالكترونية أكثر من 680 على كافة القنوات ووصلت نسبة استخدام المعاملات الالكترونية 89% خلال 2023 بلغ عدد زيارات البوابات الالكترونية نحو 19 مليون فيما تم اطلاق 66 خدمة متكاملة بجانب 16 نظاما إلكترونيا وأربعة تطبيقات ذكية وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى قطاع العمليات والحوكمة حيث زادت الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون فضلا عن استكمال الربط الخليجي عبر شبكة زاجل وتفعيل النسخ الاحتياطية لخدمات الحوسبة السحابية بالإضافة إلى تدريب موظفية الحكومة على دوات الذكاء الصناعي وأنجاز مشروع الأطلس النباتي كما اطلعت اللجنة على آخر مستجدات تخريج الدفعة الأولى من برنامج الكوادر التقنية وإجراءات توظيفهم في القطاع العام والخاص وفي ختام الاجتماع عرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة عضاء اللجنة وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنيين والمقيمين تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع الم Lily ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر